استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر إقامة إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية رودولف سعادة هو عددا من كبار مسؤولي الشركة تناول لقاء سبل توسيع وتعميق أنشطة الشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة ومتابعة التعاون القائم معها في مجال الملاحة والمواني والنقل البحري في مصر خاصة ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية الكبير والتي تم افتتاحها مؤخرا بحضور الرئيس السيسي حيث أكد في هذا الصدد اهتمام مصر بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة وطفرة نوعية في تطوير ميناء الأسكندرية الكبير بما يعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل المواني والاستفادة من الخبرة الأجنبية على النحو الذي يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للمواني المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة من جانبه أشاد رئيس الشركة الفرنسية العالمية بمناخ الأعمال في مصر الذي يشهد تطورا إيجابيا متسارعا مؤكدا على تطلع الشركة لتوسيع التعاون مع الجانب المصري في إدارة موانئ إضافية بما في ذلك من تشغيل المناطق اللوجستية والمحطات وذلك في ضوء الحجم الضخم للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مصر والتي تمثل فرصة كبيرة وسوقا واعدا لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر